شاركت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جونيف في ندوة حول تأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان وتم تظيم الندوة بناء على مبادرة مشتركة لمصر وتونس وليبيا في مجلس حقوق الإنسان لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين منذوب مصر الدائم في جونيف أن مصر نجحت في تنظيم الدولة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2021 وهو الحدث الأكبر على المستوى الدولي الذي يجمع الدول والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد